توزيع خارجية النمسا الاعتراب بفلسطين الان لن يأتي بالنتيجة ونؤيد حل الدولتين ان هو بيؤيد حول الدولتين لكن بيعترض على الاعتراب بالنمسا وان كان هناك كانت خطواء جريئة من اسبانيا والسويد تقريبا السويد وفنلندا النرويج واسبانيا وارلندا وارلندا كان فيه هناك اعتراف وسلوفينيا في الامس قررت الاعتراف طبعا هذا لن ازيد صراحة كثيرا على اللقاء الذي قال به السيد صلاح عبد الشافي سفير فلسطين في النمسا كان ليه لقاء معك اه انا عايز برضو تعليقك برضو او النتاج الاستنباط رد فعل السفير قال السيد عبد الشافي ان النمسا تنتهج شيء من ازدواجية المعايير شيء من عدم الوضوح بطريقة بسياستها بما يخص الحالة الفلسطينية وتنحاز بشكل اعمى الى الرواية الاسرائيلية وتتبناها بشكل كامل ان صح التعبير كما قال يعني وهذا الشيء فعلا يبدو جليا وواقعيا يعني من خلال تعنت النمسا وامتناعها على التصويت بالجمعية العامة لأمم المتحدة اكثر من مرة بموضوع ايقاف الحرب وقف اطلاق النار ففعليا النمسا صراحة كان لها موقف سيء جدا بهذه النقطة وهذا الشيء لربما جعل النمسا لربما بموقف محرج بموقف غير واضح بصراحة يعني تنحاز الى جهة على حساب جهة اخرى يعني فهمنا انه حماس قامت بعملية ارهابية وما الى ذلك فهمنا هذا الكلام طيب والاربعين الف شخص اللي قضوا واكثر منهم بين مفقود وبين جريح وبين الله اعلم شو وضعه هدول شو وضعه يا سيد شالنبرغ هدول كيف بدك تتعامل معه هدول ما يفترض انه ان النمسا تقوم باعتبار ان النمسا يفترض ان تكون دولة تحترم حقوق الانسان دولة محايدة كمان بالضبط دولة محايدة كما يقال يعني الله اعلم زل الساتة محايدة ولا لا بس نقوله لساتة محايدة فبالتالي سازم دوح مع الاسف النمسا موقفها سلبي ما زال سلبي جدا تجاه القضية الفلسطينية ولا تتعامل ولا تتعامل يعني بشكل بشكل دبلوماسي حقيقي مع هذه الموضوع فعندما يقول وزير الخارجية ان نوافق على حل الدولتين ولكن لا نرى انه من المهم الاعتراف الاعتراف بدولة فلسطين طيب ما هو الاعتراف حل الدولتين يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين طب على اي اساس عم تحكي ولكن بقول لك بدنا حل يكون يتوافق مع كافة الاطراف طيب يا سيد شاننبرغ اي حل بدك يتوافق مع كل الاطراف وانت فعليا يعني عم تتعامل مع طرف واحد تقريبا او عم تتبنى رواية طرف واحد السلطة الفلسطينية اليوم فعليا بصراحة مع الاسف اتفقنا مختلفنا معها هي الموسل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وهذا وهذا على الاقل شاننبرغ لا يتعامل معه يضغط القضية الفلسطينية كله بحماس على ان الشعب كله حماس الذين يظهرون بالشوارع حماس الذين يرفضون الاسرائيل حماس الذين يرفضون حماس نفسهم حماس لا بس هو برضو خلينا نتفق بس برضو اني برضو عملية اللي بتساعد في عملية الاعتراف بدولة فلسطين ان يكون هناك توافق داخلي فلسطيني فلسطيني ده ينتج صوت واحد للدولة جميل جدا هذا الموضوع هو فعليا بصراحة متعلق انصح التعبير متعلق بما سينتج وينهي الصراع الموجود حاليا على الارض الفلسطينية فاذا انتهى هذا الصراع بشكل ايجابي لربما لربما فعليا يكون هناك توافق بين الاطراف الفلسطينية بالتوافق او بالاحرى يعني حل ان الحماس لا اعتقد انها من الممكن ان تتشارك مع اي احد في حد الفلسطين ومرفوضة دوليا ومرفوضة شعبيا حتى حماس اليوم مرفوضة شعبيا استاذ ممدوع نعم